اشتركوا في القناة مراحل موقع الجزائر في العالم ثم موقع الجزائر في المغرب العربي يليه موقع الجزائر في إفريقيا أولا موقع الجزائر في العالم تبلغ مساحة الجزائر مليونان وثلاثمائة وواحد وثمانون ألف وسبعمائة وواحد واربعون كيلومتر مربع وتطل الجزائر على البحر الأبيض المتوسط بساحل طوله ألف ومئتان كيلومتر لكي نتعرف على موقع الفلك الجزائر ينبغي أن نحدد معنى خطوط طول ودوائر العرض خطوط طول هي أنصاف دوائر تمتد شرق خط جرينيتش وغربه دوائر العرض فهي دوائر متوازية لخط الاستواء وتتوزع شماله وجنوبه الآن يمكن لنا أن نحدد الموقع الفلك للجزائر فكما هو محدد في هذه الصورة يتبين أنه تقع الجزائر بين خطي طول 9 غرب جرينيتش و12 شرقه وبين دائرتي عرض 19 و37 شمال دائرة الاستواء ننتقل الآن إلى الدرس الثاني موقع الجزائر في المغرب العربي إذن تقع الجزائر في قلب منطقة المغرب العربي الكبير بنسبة 39% كما هو موضح في هذه الصورة وقد أعطاها هذا الموقع أهمية كبيرة حيث تعتبر الجزائر نقطة التقاء ووصل بين دول المغرب العربي نأتي الآن إلى الموقع الجغرافي للجزائر كما مبين في خريطة موقع جزائر في المغرب العربي يحد الجزائر شمالا البحر الأبيض المتوسط وشرقا تونس وليبيا وغربا المغرب والصحراء الغربية وجنوبا موريطانيا أما مالي والنيجر فهي تحد الجزائر ولكن ليست من دول المغرب العربي الكبير نأتي الآن إلى ملخص موقع الجزائر في إفريقيا تعتبر الجزائر أكبر دولة في إفريقيا والعاشرة عالميا تبلغ مساحة الجزائر نسبة 8% من المساحة الإجمالية للقارة لموقع الجزائر في إفريقيا أهمية كبيرة تتمثل في أنها أولا لها حدود مع سبعة دولين ثانيا تعتبر نافذة على البحر الأبيض المتوسط ثالثا وآخرا هي بمثابة بوابة إفريقيا من جهة الشمال إلى هنا وصلنا إلى نهاية هذا الملخص الذي أتمنى أن يكون مفيدا لكم أشكركم على حسن الإصاء والمتابعة لا تنسوا الاشتراك على قناتكم التلميذ المتميز ودعمنا بالإعجاب وفي حفظ الله تعالى وبركاته